اليوم محاضرتنا راح تكون عن Axillary Lymph Notes ضروري تكون حاضر محاضرات General Anatomy الليمفاتيك سيستم اللي راح تظهر لك على يمين الشاشة ضروري تكون حاضرها اذا ما كنت حاضرها كوي تفاصل ما راح تفهمها بهذه المحاضرة ضروري تحضرها هاي اول نقطة النقطة الثانية بلش بالمحاضرة مساء انو شابو بناتكم القاعي تابعوني طبعا اليوم مثل ما طلبتو بدون نظارات بدون لحياماتين طيب اليوم مثل ما عرفتا انو محاضرتنا راح تكون عن Axillary Lymph Notes اكو كلمتين لازم اقول لهم قبل ان نبلش بالمحاضرة اول شي المحاضرة هي Anatomy شون يعني Anatomy او كي ندر عن Anatomy يعني شونو يعني Lymph Notes احنا نحتاجها نحتاج انو نعرف مكانها من Surface نحتاج انو نعرف تفاصيل كثيرة هذه التفاصيل توصلني الى انو انا اقدر اسوي Examination Examination شون يعني يعني راح ارفع في اليوم من الايام تتجين لعيادة مثلا ارفع ايدك واتلمس انو اشوف انو عندك Inflammation عندك اكون Lymph Notes من تفخة مالتك اوكي العقد اللمفاوية من تفخة مالتك ولا لا اذا من تفخة يعني معنات انو عندك Flammation ورح يكون اكون Diagnosis اليك ويوصلنا لبركنوسيز وعلى اخر من هاي التفاصيل هذا اللي لازم اوصله بالنهاية بما يخص Lymph Notes هذه المعلومات اللي احتاجها محاضرة اليوم ورح توصلني لهذا الشي بس مو بس بهاي المحاضرة بس مو بس بهاي المحاضرة اوكي هذه المحاضرة رح تكون هي البداية وبالمستقبل رح نتعلم اشياء اكثر بعد هي رح تكون اللي يعني رح تتجمع كل المعلومات وبالنهاية اقدر انا اسوي examination وقدر اسوي Diagnosis صحيح طيب هذه المحاضرة شنو رح تعلمنيها اليوم المحاضرة اللي رح تعلمك عليها انو موقعهن موقع Lymph Notes وينهن وعددهن اوكي عددهن وموقعهن ولكن فقط Accelary Lymph Notes اكو بعد اندي Lymph Notes كثيرة ثانية رح نتعرف عليها وقتها اوكي تسلسل المحاضرات ورح يكون محاضرة رح يكون اكون محاضرة منفصلة رح تشرح كل الليمفاتيك اوكي كل الليمفويد سيستم الموجود بالأبرلم ماشي ورح اربطه شوية بالبراكتس ولكن البراكتس لازم يكون الى محاضرات خاصة بي محاضرات تكون خاصة بي ببراكتس ولكن اللي رح نتعلم احنا بالنهاية انو يكون عندي فكرة بهذه المحاضرة عن Accelary Lymph Notes وتبلش ابلش ابني المعلومات عن الليمفاتيك سيستم واللي احتاجه بالExamination ها كل الفكهة انتابع المحاضرة مثل ما شفنا بداية المحاضرة محاضرتنا اليوم رح تكون ال طبعا مثل ما قد نشوف ال محاضرة هو عبارة عن المحاضرات السابقة أو المحاضرتين السابقتين هتكون مقسمة إلى خمس مجامع أساسية اللي هي عبارة عن طبعا هذا هو عبارة عن هذا المكان كله هو هذا المكان ألاحظ أن ذني عبارة عن بكترال لينف نوتز بكترال والسنترال هذه راح تكون السنترال وهذه راح تكون البكترال اللي يهمني أنه راح يكون مغروسات بهذا هذا الشيء مهم طبعا هذا الصور صارت معروفة عندنا أنه هذا يمثل الأجزلة هذا يمثل سور البوستيريار هذا الأنتيريار هذه الصورة بنسبة لي نخلط تكون ماضحة لأنه هي موجودة علينا أصلا طيب هذه هي عبارة عن اللينف نوتز هذة هي موجودة علينا الشكل يعني ما نعطي شكل هرمي فهذا هو يعبر عن الأجزلة يعبر عن الأجزلة هذا طبعا راح يكون اللاترال وال اللي للخلف منك راح يكون البوستيريار وال هذا راح يكون الانتيريار وال هذا اللي قاعد يكون مواجه للمؤشر هو عبارة عن الميديا الول بالأسفل راح يكون البيس وهذا عبارة عن الأبكس فأني عندي أول مجموعة اللي لهيوميرال نوتز راح تكون بهذه الزاوية السبسكابل راح تكون بالزاوية اللي راح تكون هناك عليها يعني البكترال راح تكون بالزاوية القريبة عليها السنترال راح تكون تقريبا بالنص ولكن تكون أقرب إلى البيس من طيب البكترال Lymph nodes طبعا consist رح تكون من 3 to 5 أوكي Lymph nodes Lie along يعني تمتد رح تكون موجودة Along the medial wall of the axilla المedial wall احنا صرنا نعرف شنو المedial wall هي باتجاه يعني الربس قريبة من الربس يعني Around the lateral thoracic vein lateral thoracic vein ما عرفنا شنو هو ولكن lateral thoracic artery عرفه نعرف شنو lateral thoracic artery من المحاضرة السابقة فال lateral thoracic vein هو مع lateral thoracic artery هنا تنتقريبا من نفس الشيث تقريبا يعني نفس المكان هنا ثناتا طيب On the inferior border of the vecterals minor ال inferior border of the vecterals minor رح يكون رح تمتد عليها أو تمتد معها البكترال nodes طيب Receive الآن نحن كنودز هنا كنودز 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 شنو وظيفتهم وظيفتهم الفلتريشن أوكي أحد وظيفتهم الفلتريشن الفلتريشن شنو معناتها هي رح تستلم لينف اللي هو عبارة عن سال تستلم لينف عن طريق affront vessel يدخل اللينف إلى داخل اللينف نودز رح يصير لفلتريشن خافأكم مثلا او شي احنا رح يصير لفلتريشن وبعده رح يخرج من رح يخرج رح يخرج المفروض ناليف حسب قوة الانفرشن حسب قدرة اللينف نودز تصفي ولا لا هذا الشي حسب من رح يخرج رح يخرج اللينف عن طريق الفرانت vessel بالي طيب فهذه البكتورال نودز رح تستلم اللينف mainly from the anterior thoracic wall يعني معناتها طبعا هو anterior thoracic wall حتى نعرفه including most of the pressed موجود بالانتير thoracic wall خلنا نشوف شنو طبعا هذه الصورة مواضحة مواضح بها التفاصيل اللي يعني أحتاجها ولكن مثلا هذا هو عبارة عن lateral thoracic vein و artery ثيناتهم طبعا مو مهم إذا نعرف هذا المكان بالضبط وين وكل هاي التفاصيل مو مهم نعرفه ولكن المهم نعرف أنه اللينفاتيك sorry lateral thoracic artery و vein يكون قريبات من بعضهم طبعا هذه الصورة بعد أكون عقصة إشياء اللي رح يكون بنفس الشيث أكون شيث يغلبهم مثل الأكزلاري شيث اللي يغلب الفينز و الفين والأكزلاري والأكزلاري و النيرفز يغلبهم كلهم اللي هو الأكزلاري شيث نفس الشي لكل أكزلاري و فين الأكمباني مات لازم يكون أكو شيث هذا الشي عرفنا من الجنيرال أناتومي طيب هذه الصورة اللي أحتاج بنعدها أيضا شنو أحتاج أعرف أنه اللينف نوت طبعا ذني الخضر كل هن اللينف نوت ذني مو بكترية لا ذني لينف نوت أوكي ذني من دول هن ممكن نموت فذني مو بكترية ذني موزعات يعني لينف نوت نلاحظ أنه موزعات بطريقة إلى حد ما يبدو أنه عشوائية لا هي مو عشوائية هي يعني يعني كسيستم أنا أقدر أطبطهم بسيستم معين ولكن هنا أيضا مو بالسيستم تماما أكو فريشن عالي أكو فريشن كبيرة جدا يعني أنا بيني وبينك أنه يمكن أنت المكان أوكي يمكن أنا أقدر أحدد المكان لأنه بالنهاية لازم أسو وكل البشر لازم أعرف أسو على كل البشر حتى لو مثلا عددهن يختلف عددهن من شخص الشخص توزيئهن مثلا ممكن يكون مثلا البكترال البكترال تكون عندي ثلاثة ويكون عندي مثلا غير مجموعة تكون أكثر فأكو فريشن عالية كملخص أنه أكو فريشن عالية هذه الصورة لحد ما أوضح ولكن هاي بموبيل أناتومي مكان البكترال ذني هنا عبارة عن البكترال البكترال لينف نوت طيب ليش موذني ذني صار خارج كي خارج الأكزلة طيب شون أنا يعرف أنه لازم أكون حتى عرف حتى عرف أنه هي هذه عبارة عن البكترال أنا أكون عرف أنه أكو لينف نوت هنا اسمهن الانتر بكترال نوت فأصير عرف أنه أكو شي هنا فأصير أخذ المكان الثاني بهذا المعنى طبعا إحنا يعني احتمالية أنه نشوف مثلا نفتح الجثة ونشوف أنه أكو لينف نومس احتمال إلى حد ما ضعيفة ولكن إحنا ما محتاجين أنه نشوف يعني تحت الجلد إحنا اللي يهمنا أنه شون نسوي فبالنهاية مثلا ما عرف نداية المحاضرة أنه نريد نسوي examination نريد نوصل للنقطة اللي نسوي به examination هذا المحاضرة ركتكو أنه رح تكون سريع على حد ما رح تكون مختصرة لأنه الغاية عندي أفهم structure فقط مو الغاية عندي أنه أفهم كل شي أفهم structure فقط أكو الصورة أوضح طبعا هذه الصورة قاد توضح المفاتيك بسوز المفاتيك هذا الشي اللي أخذنا فقط ردت أشير لهذا الشي يعني فقط أشير إلى أنه الريت 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 رح تصب بال هذه التفاصيل فقط ردت أذكر بها أنه ردت تستذكروها كي تستذكروها تروحوا للمحاضرة البيدي اف سواء كان أو الفيديو تستذكروه اللي هو رح يكون عن الليمفاتيك الليمفاتيك سيستم رح يكون الرابط بأعلى يمين الشاشة طيب هذه عندي صورة ثانية وأوضح طيب أنا عندي فهمت هسا نقطين عندي الليمفاتيك أو سوري البكتورال ليمف نوت رح تكون الراوند أو رح تمشي مع اللاترال ثوراسيك فين هذا هو عبارة عن اللاترال ثوراسيك فين هذا هو اللاترال ثوراسيك فين وأيضا عرفت أنه البكتورال ليمف نوت رح تكون قريبة ورح لاي على الانفيريور بوردر هذه عبارة عن البكتورال هذه العضلة هي بكتورال هذا الانفيريور بوردر أو أو أحيانا ممكن نسموه اللاترال بوردر حسب أو الانفيريور لاترال ممكن يكون إلا تسميتين أو ممكن مصدر ثاني صفة بغير تسمية لكن الآن المصدر اللي يمطي هو عبارة انفيريور بوردر هذا الشيء واضح يعني ما ما حد رح يقول أنه لا يعني مثلا يعتبر أنه هذا انفيريور بوردر الانفيريور ثراسيك وال بهذا المعنى من هذا المكان الآن طبعا هذه الصورة ما موجود بها براست ولكن لو موجود هنا راح تستلم من الانفنومتز يعني من بهذا المعنى طيب هذه الصورة أيضا توضح نقطة لطيفة أنه هذه هي عبارة عن البكتوريور الانفنومتز نلاحظ أنه هي قريبة من هذه الانجل من هذه الانجل راح موجودة يعني راكبة على الميديل ولكن أيضا بالقرب من الانتيريور فبالنها راح تكون بهذه الزاوية نذكر أنه هذا مكانها طيب المجموعة الثانية اللي هي السبسكابيولر أو البوستيريور نودز كونسيست أو سيكس أو سيكس 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 نودز عددهم من ستة إلى سبعة لأي ألون ثبوستيريور أكزلاري فولد المكوّد من البكتوراء والتيرز طيب سبسكابيولر بلد فسلز هتكون موجودة اللي ألون راح تمتد على طول البوستيريور أكزلاري فولد وأيضا على طول السبسكابيولر بلد فسلز السبسكابيولر بلد فسلز قصد بسبسكابيولر أرثير سبسكابيولر ذين هذا الشي عرفنا من المحاضرة السابقة Receive lymph from the posterior aspect of the thoracic wall Posterior aspect of the thoracic wall يعني تقريباً نقدر نقول من posterior thoracic wall من الجهة اللي تكون posterior thoracic wall نفسه Thoracic wall مكوم من الأضلع والعضلات intercostal muscles هذا الشيء عرفنا من المحاضرة ما روف يا محاضرة المحاضرة الأولى عن الأكس اللي أعتقد طيب ال scapular region أيضاً رح تستلم من ال scapular region رح تستلم من ال posterior aspect of the thoracic wall هذه هي عبارة عن ال sub scapular أو posterior lymph nodes هذه عبارة عن ال sub scapular أما رح تستلم رح تستلم من ال scapular ال scapular region نعرفها بضاوض وين صار ال scapular region هذا الشيء نعرفها صرنا عرفي يعني وأيضاً عدنا أنه هذه هذا طبعاً ما واضح يعني thoracic wall ولكن مثلاً هذه الأضلع هنا نتبين أنه هذا مثلاً هذا رح نسميه هذا رح يكون جزء من ال anterior thoracic wall ال posterior رح يكون إلى الخلف من عنده فهذه رح تستلم هذه ال lymph nodes رح تستلم ال lymph من هذه المناطق طيب هذه أيضاً صورة أخرى هذا رح يمثل axillary fold أوكي مثل ما قاعد نشوف ال posterior axillary fold هذه هي عبارة عن الاتسميس دورسي بهذا المعنى وهذه هي عبارة عن sub scapular lymph نعم تسرح يكون عددها من ستة إلى سبعة أنا نبين هنا أربعة وقبل شوية كاننا نبينها ثلاثة فما يعني ما ناخذ على الرسم رح يكونن بشكل أوضح على يعني الكلام اللي قاعد أقوله لأنه احنا قاعد نشوفها من ال anterior من هناك شفناها من lateral aspect يعني لأنه اختلاف التنظر فقط طيب هذا لو نلاحظ هذا الفين هو عبارة عن sub scapular vein هذا هو sub scapular vein ورح تكون موجود الموجودة sub scapular نوتز بالقرب من sub scapular vein و artery طبعا رح يكون الفين وال artery ثلاثة من نفس المكان طيب هذا هاي هنانا يعني المكان اللي رح يكون طبعا هنانا ما رأسم يعني ما خال lymph nodes ليش ما عرف جزء عدة طائفية أو بما احنا أصح أنه هذه هذه الصورة ما المرجو من عدها نوت وضح لللم أنا خليتها حتى أوضح فقط طيب lymph nodes الآن هي هنا هنانا رح تكون السبسكابيولر أو البوستيري lymph nodes رح تكون تقريبا هنا هنانا بأذى المعناية استطرادا عن المحاضرة بالشكل عام وأن نحنا قاعد نتحدث عن الأكسليري lymph nodes واناتومي وضب وكذا وكل هاي الأمور استطرادا نتحدث عن شيء مختلف وميش ما لعلاقة أساسا بالطب طبعا أكو شيء أنا كتبته بسبقا ما عرف سرعة نحتاج أحيانا إلى من يخالفنا بالرأي لكي نناقش أفكارنا بفعالية أكبر ونتأكد من قراراتنا فلا تهرب من خلاف بالرأي بني على أساس أقلاني فرؤية الأمور من أكثر من زاوية قد ينفأ أحيانا شنرأيكم بهذا الكلام تعتقدون أن هذا الكلام صحيح تعتقدون أنه إحنا محتاجين أنه أشخاص تخالفنا بالرأي بشكل عام أنه هذا استطرادا عن المحاضرة كتبولي أعراركم بالتعليقات أنا أقول أنه دائما إحنا محتاجين أشخاص تخالفنا بالرأي المخالفة بالرأي رح تبني شغلات بينا يعني ممكن يكون مثلا أنه أنا ببحث علمي أنه أنا مثلا أدي توجه فكر موجه لنقطة معينة شخص ثاني خالفني يتوجه لنقطة مختلفة يمكن نلقى من خلال هاي النقطة وهاي النقطة نلقى 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 تكون هي الحل ما بين هذا الخلاف وهذا الخلاف تكون هي الحل هذا رأي أشتبولي رأيكم بالتعليقات صراحة أحبيت فس أغير لكم جو من جو المحاضرة اللي جت بها سري شفت نفس حجات بها سري فاكل تغير جوا بس ما أكثر نلتقي بالبارت الجاي و بالفيديو آخر المجموعة الثالثة هي الهيومرال أو اللاترال نودز طيب consist four to six نودز lie along the lateral wall of the axilla lateral wall نتذكر lateral wall of the axilla وين موجود موجود بالهيومرس الهيومرس هو ورح يمثل lateral wall of the axilla طيب medial and posterior to the axillary vein medial medial للaxillary vein هذا شي واضح anatomical terminology فواضح medial للaxillary vein و posterior رح نقدر نقول posterior medial رح تكون posterior medial للaxillary vein بهذا المعنى طيب receive nearly all the lymph from the upper lymph ما عدا ما عدا اللي جاي من lymphatic vessels اللي تكون accompany يعني تمشي مع السيفاليك vein ملخص هذا رح يستلم اللين من كل الأبر لم ما عدا ما عدا الليم phatic vessels يمشن مع السيفاليك vein ذني ذني ال vessels ما رح تستلم ال humeral nodes شي من عده ما رح تستلم الليم في عده رح يستلم شي ثاني عشو عشو طيب هذي طبعا ال humeral رح تكون على humeral هذي humeral طبعا لأنه مو بالanatomical position فأقو أشياء ما نقدر نشوفها ولكن لو ألاحظ أنه lymph nodes صار يعني posterior medial ل axillary vein بين باستيريو medial لو تلاحظون شوية هي صار يعني شون عرفت أنه هي posterior medial هنا صار medial بين أنه medial صار قبلها يعني في medial بين أنه posterior لأنه شوية نازدة لجوة ولو أتصورها بالانتوم كل بس شو رح أشوف أنه هذين lymph nodes يعني صار إلى حد ما خلف axillary vein بهذا المعنى صورة أنه لم أجد صورة توضح لأنه هاي إذا تنزل إيديها أساسا بعد ما أشوف حتى نحن نريد لازم نرفع عيدها يعني يعني لازم نتصورها ما رح أقدر ألاقي ها معين أنه نزد إيدها وقدر أشوف ها نزيتها رح خطف أصلا هاي صار جوا وبطها يعني طيب هذي هي lymph nodes مثل ما نعرف أنه رح تستلم اللمف من كل هذا من كل من كل الأبر لم ما عدا طبعا هذا هو السيفالك فين هذا السيفالك فين مثل ما قاعد نشوف أنه قاعد يمشي وحده فما رح تستلم هذه ما رح تستلم اللمف من عنده رح يروح ورح يوصل للأبي طيب هذه الصورة أيضا توضح لنقاط ثانية الآن هنا الهيومرال ما موجودات يعني ما عرف ليش أن أخذ هاي الصورة ننساها طيب احنا أخذنا البكترال والسبسكابيلر أخذنا الهيومرال ثانية ثلاثة أخذنا هن ثانية كلهن رح يوح اللمف من عندهن يروح للسنترال نوت عن طريق الهيومرال شلون نشوف هذه الصورة هذه الهيومرال هذه السبسكابيلر هذه البكترال كلهن رح يخرج عندي ذن اللمفاتيك بسوز مالتن كلهن رح يخرج إلى ال هذي شنو هذي السنترال السنترال لمف نوت من كل مكان من كل ذن لثلاث مجامي رح يخرج ويصب اللمف كله رح يخرج ويصب ب السنترال لمف نوت طيب هذه الصورة أيضا توضح الموضوع بطريقة أدق فكرة أنه من يخرج اللمف وين يروح هذه الهيوميرال نوت هذه البكتورال نوت أو لنف نوت هذه السبسكابيلر لنف نوت كلها رح تعمل احنا عرفنا هذي من يجيب اللمف هذي من يجيب اللمف هذي من يجيب اللمف كلها رح يخرج اللمف من قد هن يصب وين بالسنترال نوت رح يصب بالسنترال نوت بهذا المعنى السنترال نوت بدوره رح تطيل الأبيكل ولكن نحن اللي يهمنا أنه رح يخرج كلهن يصبا بالسنترال نوت هذي هي الفكرة اللي يريدها الآن السنترال لنف نوت طبعا رح يكون عددها من ثلاثة إلى أربعة رح تكون لارج هذه المرة رح تكون لارج أكبر من البقية لأنه ببساطة رح تستلم اللمف من البقية كلهن فلازم تكون أكبر وعددها أقل رح يكون فإحنا كلما اتجهنا هذه معلومة عرفناها من الجنيرال الاناتومي اللمفاتيك سيستم كلما اتجهنا من البروكسيمالي الأشياء تقل عددها ويزداد حجمها سواء كانت اللمفاتيك بسلز ولا اللينف نوتس نفسها يقل عددها ويزداد حجمها طيب الان موقعها وين situated deep to the pectorals minor pectorals minor صارنا نعرف مكانها ونعرف شنو هي بالضبط ونعرف وش استخدمناها استخدمناها حتى نجز الارتري والفينز إلى three parts الأكزلاري والفينز الأكزلاري والفينز البكتراليز ماينر رح تكون هذه الـ central lymph nodes رح تكون deep للبكتراليز ماينر near the base of the axilla ستكون أقرب إلى الbase منها إلى الأبكس طيب an association with the second part of the axillary artery طبعا أكيد رح تكون associated مع الأكزلاري artery لأنه هي رح تكون deep إلى البكتراليز ماينر طبعا الجسم البشري مو عمارة يعني هو باكاما ما كان ضيقة هذه فرح يكون أكيد قريب من الأكزلاري أرتري هذه الأشيء يعني هذه المعلومة هذه هي أصلا طيب هذه هي عبارة عن central lymph nodes عرفنا أنها رح تستلم اللمفاتيك اللمف من الهيوميرل والسبسكابيلر والبكترال كلها رح تصب بالcentral lymph nodes هذا السيكون بارت من الأكزلاري فين والأكزلاري أرتري طبعا الأكزلاري موجود هنا ولكن هو هذا السيكون بارت هنا رح يكون السيكون بارت من لاحظة 2 رح تكون طبعا البكتراليز ماينر ممتدة مغلفة أو سوري مغطية ممغطية مغطية هذا المكان الآن الـ different vessels from the central الآن عندي central lymph nodes passed to the apical شنو معنات هذا الكلام هذه عندي central لو نلاحظ أنه اللمفة اللمف هذا الـ lymph vessels هنانا اللمف قاعد يصب بالأبكال الـ apical lymph nodes بهذا المعنى طبعا هنا الصورة مو تماما واضحة ولكن أنا ليهمني structure الآن صار بدماغك أكون structure للمعلومة هذا هو المهم طبعا شنو المعلومة اللي احنا نريدها المعلومة أنه بعد ما الـ humeral lymph nodes والـ bacterial lymph nodes والـ subscapular lymph nodes كلهم صبا اللمف بالتهم بالـ central lymph nodes central lymph nodes أيضا بدورها راح تصب اللمف على الـ apical lymph nodes بهذا المعنى طيب هو هذا الدرينج اللي راح يصبح structure مع الدرينج راح يكون بهذه الطريقة طيب الآن الـ apical lymph nodes located at the apex خلاص ما كانها بالـ apex of the axilla along the medial side of the axillary vein الـ medial side يعني راح تكون بالـ apex ورح تكون medial للـ axillary vein medial للـ axillary vein and medial للـ first part of the axillary artery هذا مكانها بشكل دقيق هي بالـ apex إنه يكفي نقول بالـ apex حتى يكون أدق يعني احنا قلنا relative position مهم ولكن مكانها بالـ apex وتكون medial للـ axillary vein والـ axillary artery هذا الشيء مهم والـ first part بنعد هنا طيب الـ un-receive أو ال- first part من الـ axillary artery الـ un-receive الـ lymph from all other groups راح تستلم الـ lymph من كل مغة من كل الذنين ما جميع الأربع اللي قبل شوية ذكرناها بالإضافة إلى الـ lymphotex أوكي الـ lymphotex اللي هي الـ lymphotic vessels اللي تكون أكمبني للـ cephalic vein إحنا عرفنا إنه الـ central راح تستلم أو sorry الـ humeral راح تستلم الـ lymph nodes من كل الأبر لما عدا ذني الـ lymphotex اللي تكون أكمبني للـ cephalic vein الآن إجا دور الذني الـ lymphotex اللي أكمبني للـ cephalic vein إجا دورهن إنه يطن الـ lymphوالات الـ lymphوالات المال راح يطن للـ apical راح يجتازن كل ذني الأربعة الـ four groups of lymph nodes اللي هي البكترال و هومر و السبسكابيولر والسنترال و يعطن للـ apical lymph nodes هذه الـ apical lymph nodes مثل ما نعرف يعني صارت هذه هي الـ apical lymph nodes راح تصب طبعا يعني راح يصب كل هذه الأماكن راح تصب لو اللاحظ هذا هو عبارة عن السيفالك vein راح يصب هنا مو هو السيفالك vein نفسه يصب لا مو السيفالك اكو الـ lymphotex راح تكون اكمبني ولكن بالعادة تكون يعني تكون رقيقة فما نقدر نشوفها الآن هنا ما مصورها هو ولكن هنا موجودات يعني من هذه المحاضرة من أفروض نعرف كل التفاصيل الآن نعرف structure المعلومة ك structure المعلومة هو هذا اللي يهمني الآن the affront vessels اللي هو يا affront vessel أو الـ affront vessels يا هن هن الخارجات من الـ apical lymph nodes كل هن راح يتجمعا و راح traverse يعني راح يجتازع و راح يمر أوكي إلى عن طريق السيرفيكو اكزلاري كينال أوكي اللي هي هنا ما واضحة هنا راح تكون أوضح اللي هي هذه عبارة عن السيرفيكو اكزلاري كينال هي هايا اللي راح تكون بالأبكس اللي راح تكون الأبرتر أوكي الأبرتر ما بين النك والأكزلا وهذا الشي عرفنا من محاضرة الآن كملخص كملخص كل شي أخذنا الليمفاتيك درينيج مهم إنه أنا يحدد من يجي وين يروح مهم الهيوميرل راح تاخذ الليمفاتيك درينيج من كل الأبرلم مع عدى الليمفاتيك اللي تكون أكمبني للسيفاليك فين طيب هاي عرفناها هذي همين راح تاخذ راح تاخذ الليمف نونس اللي يكون موجود بالبرست موجود بالأنتيريو ثراسيك أنتيريو ثراسيك وال حتستلم من كل هذا يعني راح تستلم من البكتور بشكل عام من البريست أيضا في حالة الفيميال وحتى في حالة الفيميال يعني كل عنا نبرتين ولكن ذاك يعني طيب بهذا معنا فال سبسكابيلر راح تستلم من مين راح تستلم من البوستيري aspect of the thoracic wall نفس وقت راح تستلم من السبسكابيلر سوري من السكابيلر ريجين راح تستلم الليمف من السكابيلر ريجين لني كل هن راح يجمع عني دفقا على السنترال نوتس ورح يصبن كل المالتهم بالسنترال نوتس كل يصبن بالسنترال Nodes Central Nodes رح تكون أكبر وحيكون حجمها أقل طيب هذه أيضا رح تتفق على الأبيكل ورح تصب كل الليمف مالتها بالأبيكل Lymph Nodes طبعا هذه الأبيكل Lymph Nodes بعدها ما سلمت أكو بعد ND السيفاليك السيفاليك الليمفاتيك فاسلز اللي موجودة للأكمبني أيضا رح تصب هنا بالنهاية هذه حتى تتخلص من الليمفاتيك أو الليمف الموجود بها رح يخرج من أدها EFFERENT VESSEL اللي هو هذا ك EFFERENT VESSEL ورح يصب بLymph Nodes ثانية أمين رح يخرج؟ رح يخرج من Cervical Accelerate Canal هذه المعلومة بشكل مختصر كل المحاضرة تلخصت بهذا هذا كل اللي محتاجين نعرفه طبعا وصلنا إلى نهاية المحاضرة محاضرة أنا أشوفها كانت لطيفة يعني تعرفنا على Lymph Nodes تعرفنا على بعض الشغلات أشوف المحاضرة لطيفة وبنسبة لقت مفيدة ولكن تكملتها رح تكون بعديا يعني احنا بال Lymphotic System الجنرال عنانتومي أخذنا Lymphotic System وعرفنا أنه Lymphotic Drainage وهو كان أهم شيء تعرفنا أنه شون تمشي ال Right Quadrant أوكي Upper Quadrant Upper Right Quadrant هو هو Upper Right Quadrant صحيح كلامي وعدنا بعد Rest of the Body هذا يختلف عن هذا هاي كل هاللمفاتي كثيرين عرفناها اليوم تعرفنا على Lymphotic Nodes بالمستقبل رح يكون أكم حاضرات بعد عن Lymphotic بكل يعني مثلا اليوم أو السلسلة الجاية اللي رح تكون يعني ال Arm ال Arm أيضا بها Lymphotic رح تكون بال Cubital Foss مثلا رح نتعرف عليها بعدين رح نشوفها هاي بعدين بالضبط عدنا بعد أيضا بال For Arm عدنا Lymphotic رح تكون موجودة هاي فرح نتعرف عليهم شوي شوي بعدين رح يكون مثل ما قلت أنه أكون محاضرة كاملة رح تشمل كل الليمفاتيك وتطنيها بصيغة معينة أوكي أنا رح أستفاد منها بشكل كبير بصيغة معينة طيب هاي كل الفكرة فاليوم المحاضرة صحيح ما بيها معلوماته هاي بس هي تمهيد لأشياء رح تكون قادمة ليش قعد أقول هذا الكلام كله بناءا على كلام طالب من السنة 5 حاليا هو أنه ما هتمت الجامعة بشكل جيد بالليمفاتيك بشكل عام فأني أحاول صراحة أنه أصد هذا النقص موجود خلال هذه القناة هاي كل الفكرة إذا عجبكم الفيديو لايك سبسكرايب أكيد تبسلين سبسكرايب يعني ولكن لايك شير شاركوها مع أصدقائكم خلي ننفع بعضنا عن طريق بعضنا ترهم رحوموها نلتقي بمحاضرة أخرى شكرا